الوصفة اللي قدامكم ديت بتعتبر من اشهر الوصفات البرتغالية واسمها بومبة وبصراحة شكلها يشاه جدا علشان كده كنتم متحمس ان اجربها واشوف الطعم عامل ازاي وبس كده كل اللي عايزوا منك تتحمس معايا ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا اول خطوة هنقول بسم الله وهنحتاج نص كوباية حليب ربع كوباية زيت وهنضيف بيضة معلقة سكر معلقة كبيرة خميرة وهنقلب كويس وبعد التقليب هنضيف نص معلقة ملح واخر مكون هنضيف كوباية 2 دقيقة ودلوقت هنقول بسم الله ونقلب كويس وبعد ما تتلمي معنا العجينة بالشكل ده دلوقت هنغطيها وانسيبها تتخمر لمدة 30 دقيقة وقباما العجينة تتخمر هنبدأ دلوقت نجهز الحش وهنحتاج حوالي 20 جروم لانشون وهنبدأ نقطعه كتعة صغيرة وبعد التقطيع وهنضيف عليه 20 جروم جبنة موزاريلا وممكن نستبدلها بجبنة شيدر متقطعة كتعة صغيرة واخر مكون هنضيف معلقتين كبار جبنة كريمي ودلوقت هنقول بسم الله ونقلب كويس وبعد التقليب كده الحشو أصبح جاهز وبعد مرور 30 دقيقة على تخمر العجينة هنزلها على الرخامة وهنبدأ نقطعها 5 كطع بالتساوي وبعد ما نقطع العجينة 5 كطع بالشكل ده دلوقت هنجيب كتعة العجين وهنبدأ نفردها وبعد ما نفردها بالشكل ده هنبدأ نضيف الحشو وبعد ما نضيف الحشو هنبدأ نلمها بكل سهولة وهنبدأ نقوّرها وهو ده كده الشكل النهائي وهنعمل دلوقت بقى الكمية بنفس الطريقة وبعد ما نخلص بقى الكمية هنحتاج كسم في شطار وهنجيب طبق في مية وكل اللي هنعمله هننزل العجينة في المية وهنطلع عم نحطها في الفيجتار وهو ده الشكل المطلوب وبعد ما نخلص بقى الكمية دلوقت هو جاهز على القلي وعلى نار متوسط هنسخن الزيت وأول ما الزيت يسخن هنقوّر باسم الله ونبدأ ننزل وأهم خطوة نقلبها باستمرار عشان ما تتحرقش وأول ما تاخد معانا لون ده بمحمر بالشكل ده هنبدأ نطلعها وهو ده كده الشكل النهائي بسم الله ما شاء الله طلعت معانا نجحة ودلوقت هنقول بسم الله ونبدأ نقسم كده بصوا بقى الجمال والحلاوة بسم الله ما شاء الله وشكلها حلو قوي بصوا مليئة بالحشوة وكمان مستوية وشكلها الصراحة حلو قوي ويلا بنا دلوقت ندوق ونشوفوا الطعم عامل ازاي بسم الله انا عايز اقولكم ان هي عبارة عن وصفة خبز محشي والطعم معتمد على الحشو فكل ما كان الحشو افضل كل ما اتلاحظ ان الطعم احسن لكن الصراحة اكتر حاجة عجبتني فيها ان هي ما بتشربش زيت وكمان بيتلقمس تواية من جوه يعني ما فهاش اي عجين ولا اي حاجة خالص كل اللي عليك استخدم الحشو المفضل ليك وجرب الوصفة دي وان شاء الله تعجبكم وبس كده بيكون تهل فيديو بتاعنا واشوفكم في فيديو جديد سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا